موسيقى السلام من الله عليكم ورحمةكم وبركاتكم مشاهدين الكرامين ما تكون وهذه حلقة جديدة برنامج وينت هذا البرنامج الذي نستعرض فيه معكم أبرز ما تناقلتموه أنتم في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المواضيع الاجتماعية التكنولوجية وحتى السياسية والكثير الكثير في حلقة اليوم ولكن بعد هذا الفاصل موسيقى كثيرة هي الممارسات التي تقوم بها عصابة وميليشيات الحوثي سواء بحوثنة التعليم ومحاولة حوثنة هذا القطاع الهام والمهم والحساس للغاية في بلادنا أو حتى من خلال عرقلة جهود السلام في حين أن العالم بأسره يحاول لملمة القضية اليمنية وربما السير قدما باتجاه السلام لكن هذه العصابات وهذه الميليشيات لا تؤمن أساسا بالسلام ولا تريد السلام كما يقول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فثقافة الموت وثقافة القتل والخراب والدمار هذه الثقافة هي التي أتت بهذه الميليشيات ولا يمكن على الإطلاق أن تستطيع العيش بغير هذه الثقافة عملا نذهب إلى أولى تغريدات ليومنا هذا تغريدة لمحمدا عامة وصل استهتار عصابة الحوث الكاهنوتية باتفاق السويد والقرار 2451 إلى درجة قيامها بقصف مخيم للنازحين شرق مديرية الخوخة وسقوط ضحايا وكذلك إحراق الأحياة السكنية في مدينة حيس بعشرات قذائف المدفعية بشكل يومي إذن هذه الخروقات تأتي في ظل وضع مستمر تقوم به هذه الميليشيات وأيضا في ظل ربما أفق مسدود لاتفاق ستوكهولم وربما أعلن الكثيرون من ربما المحللين السياسيين وحتى ممن متخصصين في الشأن اليمني والجانب اليمني فأن ستوكهولم هو كسابقي من الاتفاقيات التي وقعت عليها هذه الميليشيات محمد جميح قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغاريك أن الجنرال كاميرت رئيس اللجنة الأممية بالحديدة لم يعقد لقاء مشتركا بين فريق الحكومة والحوثي ولم يذكر أن الحوثي هو من رفض اللقاء وعندما سئل عن المعرق اللي رد بقوله عندما يقدر الجنرال كاميرت على عقدها كذلك لقاءات فسيقوم بعقدها وهذه أيضا خطورة أخرى أن تهادن الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي أن تخاف من ردود الفعل التي يقوم بها أو تقوم بها هذه العصابة والتعبئة ضد الأمم المتحدة هي تستبق ذلك بخطوات تستبق الأمم المتحدة بخطوات تتهم باتريك بأنه غير محايد من أجل أن لا يرفع قرارات تدينها رغم أنها واضحة وأنها خروقاتها شاهدة للعيان ولكل المتابعين هناك في الحديدة وعدم التزامها ربما باتفاق السويد وتخطيها حتى لتاريخ وموعد التوقيع يضع الكثير من علامة الاستفام حول الدورة الأممية ومدى تدليل الأمم المتحدة لهذه الميليشيات طارق الحداد ميليشيا الحوثي انتهكت كرامة وطن وشعب حتى النساء تعرضنا للاعتقال والتعذيب في سجون سيء مران ووصل اليأس بالبعض إلى حد الانتحار ألا يكفي هذا لثورة عارمة بوجه هذه العصابة المدعومة من إيران لتقضي على كل اليمن؟ أشكالي الأخطر أن هذه الجماعة لا تريد إنهاء الحرب ولا تريد إنهاء المعاناة على هذا الشعب هي تتاجر بالمسألة الإنسانية تزيد الضغط على المواطن اليمني تزيد الضغط على ربما شرائح المجتمع بهدف تفجير الوضع إنسانيا واستدعاء الخارج بهذه القضية الإنسانية من أجل إيقاف المعارك عند هذه النقطة هي لا تريد إنهاء الحرب هي تريد أن تستمر وتبقى وفق شروطها والتاجر بذلك في القضية الإنسانية نعم نحن مع إيقاف الحرب يجب أن تقف الحرب ولكن في نفس الوقت يجب أن تزال كل أسباب هذه الحرب هكذا يقول الناشطون وهكذا يقول العقلاء مصطفى أحمد دعمان الأطراف التي تمتلك القرار ترى في نهاية الحرب خسارة مادية إذ تكونت لها مصالح خاصة تعلو على الهم الوطني والمحزن أنها تجند بعض المحتاجين للترويج بأن عدم الحسم العسكري سيشكل نكسة للوطن الواضح أن وقف الحرب يهم فقط من يكتوون بنارها داخل اليمن أما المستفيدون فإنها لا تشكل لهم أي قلق أيضا نجيب غلاب يرى أن الملف اليمني تعقد كثيرا والسبب في ذلك من يمسكون به خلال تغريدة له أو في تغريدة له على تويتر قائلنا الملف اليمني مفتوح على احتمالات سيئة في ظل الحسابات الخاطئة التي تديرها قوى تمارس السياسة كمجال للربح والنفوذ لا مجال لخدمة الناس قوة الحوثية ليس في قدرتها العسكرية ولا في ذكائها السياسي وإنما في الحسابات الخاطئة للأطراف اليمنية وهي تدير مصالحها الانتهازية وفهمها لدور اليمن في نفس الوقت اليمنيون هم من يدفعون الضريبة الباهضة الضريبة الأكبر تشاهدون الآن أمامكم على الصورة هذا الطفل وأي حال وصل به ربما المجاعة ربما سوء التغذية الكثير والكثير لكن هذه الصور كنا معتادين أن نشاهدها ربما لأناس في القرن الإفريقي وما إلى ذلك ولم نكن نتوقع يوما أن تأتي هذه الصور وأن تنشر هذه الصور من أرض السعيدة كمال السلام مغردا ومعلقا على هذه الصورة لا رحم الله من حرمك عافيتك يا صغيري ونفخ روح الجوع في جسدك المنهك صورة تختزل حال اليمن الذي كان سعيدا يوما ما وأصبح جائعا فقيرا كثيرا يتلقى الصفعات من هذا وذاك فلا الانقلاب فيه مرؤة ولا الشرعية أخذت الأمر بقوة وذأرت لك ولا العالم أنصف شعبا يقتله الجوع والرصاص على حد سواء رحمة حجيرا أيضا معلقة على ذات السياق وعلى ربما تشاهده يوميا وهي ربما تتجول في شوارع صنعاء أو في شوارع محافظات أخرى قائلة بتغريدة لها على تويتر ما أخرج يوم وتكلم مع الناس إلا وروح مريضة ذليتم شعبكم أهنتموهم جوعتموهم أهلكتموهم أحرقتم قلوبهم هل تعلموا كم من الرجال والنساء باليمن فقدوا عقولهم وكم أصيبوا بجلطات وكم ماتوا قهر وكم انتحروا هؤلاء بذمتكم جميعا والله منتقم جبار وسيبتليكم بأبنائكم رحمة حجيرا أشارت في تغريدتها طبعا إلى ما حصل في العاصمة صنعاء مؤخرا من حالة انتحار لأحد الأشخاص بعد أن سدت كل الطرق أمامه عدم صرف رواتب وما إلى ذلك كما تنقله الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل تم إفقار الشعب اليمني عدم صرف المرتبات المعلمون مئة وخمسة وسبعين ألف معلم لا يتسلمون رواتبهم بشكل منتظم من لهؤلاء؟ هؤلاء هم قادة العملية التربوية وهم صناع المستقبل مستقبل الغد إذا تم قطع المرتبات عنهم وأيضا حرمانهم حتى وإن ذهب إلى الدوام حتى وإن ذهب إلى المدرسة فبكل تأكيد سيكون باله مشغول كيف يؤمن قوت أسرته ولن ينشغل بالعملية التعليمية وما إلى ذلك عبدالله الإرياني معلق أن بعزيزي تونس أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة مصطر رزقه فحركت الماكينات الإعلامية والاقتصادية والسياسية والحقوقية انتصارا له فشكلت بؤرة ثورات عبرية غزة الوطن العربي لتسقطه بيد الأعدى بينما معلم يمني ينتحر من الطابق العاشر احتجاجا على مصاطرة راتبه لم تحرك له أي مكانة تنتصر لحقه مزاج سياسي محمد سعيد الشرعبي معلقا على موضوع آخر وهو موضوع زيارة وزير تركي إلى عدن هذا الموضوع بما يثير خطورة الخوف ليس من الزيارة الوضع طبيعي لكن الخوف أن يكون لتركيا دور في اليمن في أي مجال بالتحديد مجال تصفية حسابات الشعب اليمني دفع الثمن باهضا وغاليا تصفية حسابات إقليمية في تدار معاركة ورحاها في اليمن يكفي اليمنيين أو اليمنيون ما بهم هذه الصراعات الإقليمية والمشاريع القادمة من الإقليم محمد سعيد الشرعبي مغردا على ذلك زيارة نائب وزير الداخلية التركي إلى عدن ولقاءاته مع رئيس الحكومة ونائبه مثيرة للانتباه والتوجس وليست زيارة عادية اختارت تركيا اليمن ساحة لتصفية حساباتها مع السعودية والإمارات وثمار تحركاتهم ستظهر في المرحلة المقبلة يجب أن تبقى اليمن بعيدة عن كل هذه المصالح الإقليمية وعن تصفية الحسابات إذا ما أرادت تركيا أن تصفي حساباتها مع السعودية ومع أي دولة أخرى ومع الإمارات أو أي أن كانت فيجب أن تكون بعيدة عن اليمن ويجب حتى على هذه الدول السعودية والإمارات أن إذا كان لديها أي حسابات أن لا تصفيها وأن لا تكون الساحة اليمنية هي ساحة تصفية الحسابات الكل مجمع على إنهاء الحوثيين وإنهاء هذه الجماعة لكن كل اليمنيين يقفون صفا واحدا إذا ما أحسوا وشعروا أن بلادهم في خطر أو أن أي دول تريد أن تصفي حساباتها على هذه الساحة فاصل قصير ثم نكمل بعده الحلقة أهلا بكم من جديد إلى موضوع آخر وهو موضوع حوثنة التعليم ومحاولة ميليشيات الحوثية حوثنت هذا القطاع المهم للغاية الحركة الحوثية كما يقول مراقبون تسير في هذا الجانب في اتجاهين الاتجاه الأول هي محاولة تغيير المنهج الدراسي والجانب الآخر هو محاولة حوثنة عقلية المعلم والسبدال المعلم الموجود والمعلم المتشبع بالوطنية بآخر موالد الحركة الحوثية ومؤمن ومتشبع بعقيدتها المعلم هو ربما ركن أو حجر الزاوية في العملية المجتمعية ككل فإذا ما كان المعلم يحمل أفكارا متطرفة وأفكار هذه الجماعة وأيدولوجياتها فهو سينقلها إلى الأجيال المقبلة وسينتج جيلا خطيرا للغاية آخر تلك المحاولات ما حصلها في معهد الشوكاني كما ذكر الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي كما تشاهدون هذه أسئلة في المعهد واضح كل الأسئلة مع قائدية للغاية ولكن ملفت حتى انتباهي أنها مليئة أيضا بالأخطاء النحوية واللغوية والهدف فيها ربما فقط لا أقل ولا أكثر طائفي للغاية كما تشاهدون هذه هي الأسئلة والمشاهد لبيب للغاية ويفهم ربما محتوى هذه الأسئلة وما الذي تهدف إليه إذا كانت هذه الأسئلة هي موجهة للمعلمين الذين في المستقبل سيكونون تربويون المستقبل القريب كون هذا المعهد معهد يؤهل المعلمين فكيف سيكون الجيل المقبل توفيق العفاش معلقا على ذلك كارثة يستهدفون الأجيال في تقييد فكرهم ليفقد حريته من أجل سلطتهم وتصبح أجيال ذليلة خانعة هذا ليس الدين الإسلامي هذا دينهم أيضا منشور آخر هذه المرة على فيسبوك لمحمد الخامري كنت ولازلت أقول أن الحرب العبثية التي تدمر بلادنا منذ خمس سنوات سياسية بحتة واختلفت كثيرا مع كل من يقول إنها حرب دينية لأن ذلك سيؤدي إلى شرخ مجتمعي لن يلتأم أبدا لكني فجئت بأن هناك فصيل قوي يعمل في إطار الحوثيين يحاول استغلال الحرب وعدم وجود الدولة ومؤسساتها ويؤسس لأرضية مذهبية متعصبة ونتينة بغباء منقطع النظير تصوروا هذا نموذج الاختبارات معهد الشوكان بصنعه لو كان الأمر بيد وزير عاقل لفصل معدة هذه الاختبارات التي دونت اسمها في الأخير تحت آية قرآنية جعلتها شعارا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله إلى أين وصلنا حتى الآيات يتلاعبون بها أيضا منشور آخر لفاهد قايد هذه أسئلة امتحان مادة تفسير في معهد الشوكان لتأهيل المعلمين في صنعه شاهدوا كيف تلاعب الحوثيون بالمناهج وكيف حرفوا الدين وطبعا كما تشاهدون هو مرفق هذا المنشور بصورة الامتحانات في معهد الشوكان إذن هذا خطر للغاية كما أسلفنا وهذا بكل تأكيد سيؤثر مستقبلا ربما ستكون هناك صراعات طويلة الأمد صراعات قائمة على الطائفة وعلى العرق وهذا ما لم نجده اليوم كان الصراع صراع سياسي ولكن تحاول جره هذه الجماعة إلى صراع ديني مؤدج طويل الأمد أهلا بكم من جديد إلى مواضيع أخرى أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي الكل يعلم ربما كلمة الإهرامات مباشرة أول ما نسمع بهذه الكلمة تذهب بالنا ويذهب كل تفكيرنا إلى إهرامات الجيزة في مصر لكن ليست إهرامات الجيزة هي الوحيدة فهناك إهرامات في المكسيك وأخرى أيضا في منطقة عربية أخرى وفي بلد عربي آخر هذه المرة في الجزائر إهرامات الجزائر نتعرف عليها سويا في هذا التقرير بنيت أهرامات الإجدار قبل 16 قرنا على ثلتين متجاورتين في شمال الجزائر ولتزال تحتفظ بأسرار كثيرة لم يكتشفها الباحثون إلى اليوم وبدأ الاهتمام بأهرامات الإجدار في القرن التاسع عشر مع أولى الحفريات الأثرية الحديثة في الجزائر التي رافقت الاحتلال الفرنسي وصنفت الإجدار ضمن التراث الوطني الجزائري منذ 1969 وتتطلع السلطات الجزائرية وعلماء الآثار إلى تصنيفها ضمن التراث العالمي من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو الثوابت الوحيدة هي أن هذه الآثار الفريدة في الجزائر وبلدان المغرب عموما كانت مباني جنائزية بنيت بين نهاية القرن الرابع والقرن السابع للميلاد لكن الآراء متباينة حول من دفنوا فيها وهم ربما من الشخصيات المهمة وفي عالم التكنولوجيا هناك ساعة بيئية اخترعها ربما مخترعوها للتنبيه بالخطر الذي يداهم البيئة دعونا نكترب سويا من هذه الساعة البيئية عرضت شركة أتش موزر السويسرية خلال معرض جنيف للساعات الفاخرة ساعة مصنوعة من مواد نباتية ومكسوبة الطحالب والزهور للدلالة على الوهن الذي يصيب الطبيعة بسبب الاحترار المناخي ويختلف عمر هذه الساعة باختلاف العناية المقدمة لها من مالكها بحسب ما أوضحت هذه الشركة التي تنتج ساعات فاخرة وأطلق على هذه الساعة اسم موزر نيتشر وهي قد تعمل لوقت طويل شرط العناية بها بحسب الشركة وهي ساعة ميكانيكية استخدمت في صنعها حلقة من الفلاذ محاطة بالتحالب والأعشاب والنبات وإضافة إلى الوظيفة المعتادة لأي ساعة تقوم هذه الساعة النباتية بوظائف أخرى منها تنقية الأكسجين وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بحسب الشركة وفي آخر فقراتنا اليوم أيضا تكنولوجيا نتعرف اليوم سويا على أسوأ خمسة اختراعات أو منتجات لشركة سامسونج العملاقة هذه الشركة التي يقدر دخلها السنوي بـ 300 مليار دولار تعد سامسونج واحدة من أكبر الشركات في العالم حيث إن إراداتها السنوية تتخطى 300 مليار دولار بما يتعدى 17% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة كوريا الجنوبية بأكملها ولا تقتصر في مجالات عملها على الإلكترونيات فقط ولكنها تمتد أيضا إلى الأجهزة المنزلية والسفن والدبابات ولكن كما أن هناك لكل جواد كبوة قدم العملاق الكوري أيضا عدة منتجات غير ناجحة عبر السنوات لمختلف الأسباب إليكم خمسة منتجات فشلت من شركة سامسونج أولا سامسونج جالكسي نوت 7 2016 نبدأ مع المنتج الأشهر والأحدث على هذه القائمة الذي لم يلقى نجاحا كبيرا ألا وهو جالكسي نوت 7 الذي كان هاتف الشركة الرائد لعام 2016 إلا أنه تحول إلى كارثة عالمية بسبب انفجاراته المتكذرة ونشوب الحرائق بمختلف نسخه ما أدى إلى أضرار عديدة واضطرار شركات الطيران لمنعه من علامة الطائرات إضافة إلى عدم السماح بحمله داخل العديد من المدارس والمستشفيات والأبنية الخدمية وهو ما اضطر سامسونج في النهاية إلى استدعاء كافة نسخ الهاتف حول العالم وإلغاء بيعه تماما حيث تم الكشف لاحقا أن سبب الحرائق كان يتعلق بالبطارية اثنان سامسونج Q1 2006 كان سامسونج تسعى لإطلاق سلسلة من الحواسيب المحمولة الفائقة ضمن ما كان يعرف باسم مشروع أوريغامي وقد كان Q1 هو أول جهاز إنتاجي يصل إلى الأسواق من هذه السلسلة حيث كان يزن 770 جراما فقط مع قدرته على تشغيل نظام ويندوز كامل على شاشة 7 إنش لمسية بدقة 480 في 800 بيكسل بسعر 1100 دولار وهو ما كان يعد سعرا باهظا مقابل جهاز ذي شاشة لمسية غير سلسة وبطارية تدوم حتى ثلاث ساعة فقط ورغم فشل الجهاز بشكل ذريع إلا أن سامسونج أصبحت لاحقا واحدة من أنجح الشركات في سوق حواسيب التابلت اللوحية المنتشرة حاليا ثلاثة نظارات الواقع الافتراضي 2018 استثمرت سامسونج الكثير من الأموال لأجل تطوير نظارات وأجهزة مخصصة لعالم الواقع الافتراضي الذي يعرف اختصارا باسم VR ولكنه لم يؤتي مردوده المنتظر نظرا لعدم وجود الشعبية المتوقعة لهذه المنتجات بعد ما دفع الشركة للإعلان هذا العام عن تغيير توجهها لتركز جهودها على تقنيات الواقع المعزز التي تلاقي قبولا أكبر من قبل المستهلكين وهو ما يعني وقف التطوير المستقبلي لتقنيات الواقع الافتراضي 4- قسم سامسونج العسكري 2014 ذكرنا في البداية مدى توسع وتشعب سامسونج للصناعات المختلفة ما يبرز مدى ضخمتها وثقلها الاقتصادي حيث إن أحدى شركاتها التي كانت تتبعها حملت اسم سامسونج تيكوين وقد مثلت قسمها العسكري حيث قامت هذه الشركة بالعمل على إنتاج الدبابات والمدفعيات الثقيلة والرشاشات ذات القواعد الثابتة إضافة لأنظمة المراقبة والآلات الحربية التي تضمنت محاولات لصنع جنود آليين يحلون محل البشر وعلى الرغم من أن الشركة كانت في طريقها لتكون خامس أكبر مصنع لكاميرات المراقبة عالميا إلا أنها لم تحقق أرباحا كافية ما جعل سامسونج توافق في عام 2014 على بيعها لمجموعة هانواء الكورية الجنوبية مقابل 596 مليون دولار وذلك كي تركز سامسونج على قطاعاتها الأخرى 5- سلسلة هواتف جالكسي S ميني 2014 بدأت سامسونج بطرح نسخة ميني من هواتف سلسلة S الرائدة الخاصة بها في ذلك الوقت حيث تم إطلق عدة نسخ مختلفة المزايا من هواتف S3 و S4 و S5 لتتوقف السلسلة مع سامسونج S6 نظرا لقلة نجاحها فعلى الرغم من استناد هذه السلسلة على الهواتف الرائدة رغبة في تقديم هاتف رخيص الثمن ذي مزايا رائدة إلا أنها كانت في الواقع هواتف متواضعة الإمكانيات بشكل كبير ما جعل الكثيرين يعزفون عن شرائها ويتجهون إلى منافسها بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم برنامج واي نت حتى الملتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة